بسم الله الرحمن الرحيم طلابي الأعزاء تعالوا نراجع مع بعض اللي احنا اتكلمنا فيه اخر حصة اخر محاضرة اللي هو احنا استنتجنا ال transfer function between output e voltage voltage current و لما استنتجنا المعادلة اخذ الشكل انه هو من الدرجة الاولى في اس وقلنا انه سواء كانت الديلة القهربية او اه example في mechanical system such that n وتطلع من الدرجة الاولى في اس فده بيبقى اسمه الفيرست order system والجنرال فورمولي العلاقة ما بين output c و بشكل عام هي ك على ده الشكل العام جنرال فورمولي لما جينا وصفنا الانبوت او عرفنا الانبوت بانه هو step input اللي هو موجود هنا الـ reference value وحلينا المعادلة دي للـ output C فلاقينا انه C في S بيساوي K على S في تو S plus 1 الـ S دي بتاعت الانبوت لكن التاو S plus 1 ده بتاع السيستم لما جينا حلينا الحل بـ partial fraction في المحاضرة وصلنا انه انا عندي A على S و P على S زي الواحدة على تاو ولما جيبنا السابت فالسابت ده طلع بK في الاخر فطلع C في T لو انت رجعت المحاضرة الاخيرة هتلاقيها K في 1 ناقص E plus minus T على T ولو تفتكروا احنا عملنا جدول وقسمنا الجدول ده اخدنا الـ time domain T وصفنا بالنسبة للنظام فاخدنا مرة انه هو طبعا بـ zero وبعد كده بتاو 2 تاو 3 تاو 4 تاو عملنا الجدول ده احنا في المحاضرة ووصلنا انه بعد تاو واحدة بس بعد time يماثل time constant بتاع النظام بتاع السيستم بنوصل لـ 63% من قيمة الـ response وبعد 4 تاو تقريبا بنوصل لـ 98% من قيمة الـ input الـ step input هنا كانت واحد واتفقنا انه اول ما انا اوصل انه السيستم اللي عندي دوت من الدرجة الاولى من الدرجة الاولى عندي بعرف الـ K وبعرف التاو وبالنسبة للـ K والتاو على طول ببتدي اقدر ارسم A اللي هما بيسموه S shape response طبعا هنا في نقطة بس المسألة اللي احنا اشتغلنا فيها وكان فيها الـ R 1 والـ C 1 من 100 فراد فالـ transfer function هنا الـ K طلع بقيمة الـ R لكن هو انا بوصل لـ K في الـ time infinity فهو هنا علشان بس المسألة كانت الـ R اللي هي قيمة الـ system gain 1 فوصلنا للـ 1 لكن لو كانت قيمة الـ resistance هنا بـ 2 بـ 3 بـ 4 أو اللي هي قيمة K هتبصت لقي انه الـ output اللي هو الـ Volt هنا هيوصل لقيمة نفس قيمة الـ resistance اللي هي الـ system gain اللي عندنا فيه المسألة بعد كده في نزلنا احنا الـ sheet والـ sheet ده كان فيه مسألة رقم 4 كان الـ hydraulic system اللي هوت وكننا عاوزين انه لو الـ A بـ 4 و الـ B بـ 12 و الـ A بـ 10 إنش سكوير والـ valve constant بـ 20 إنش مكعب لكل ثانية لكل إنش examines the dynamic nature of the system by plotting the response فأنا عشان أرسم لازم الأول أجيب الـ transfer function وأشوف هي من الـ first order ولا second order ولا هيا الموضوع طبعاً احنا متوقعين انها تطلع first order لكن زي how to make a model يعني فتعالوا نشوف لما جينا عملنا الموديل لـ الـ hydraulic system كان عندي هنا هنا الحقيقة three components floating arm اللي هو الـ arm اللي هو بيربط ما بين الـ input و الـ output وبعدين عندي lesbool valve ها وبعدين عندي actuators هنا الـ feedback إنه أنا موصل ما بين الـ output بتاع الـ actuators و الـ inputs بتاع lesbool valve صارتش ذات إنه هو ده الـ input بتاع السيستيك فأول حاجة إنه أنا أجيب علاقة ما بين X وما بين E و Y ده اللي هو المعادلة بتاعة floating R وبعد كده أجيب العلاقة بتاعة lesbool valve اللي هي الـ Q اللي خارجة من الـ valve according الـ input X اللي هو حركة اللي هنا وبعد كده أقدر أجيب الـ Y اللي هي من الـ continuity equation اللي موجودة في الـ actuators الكلام ده أجيبه ازاي بالنسبة لي الفلوتنج ARM الفلوتنج ARM هنا هو في الأول في حالة السبات عند time 0 بعد كده بالنسبة لي الـ Y لسه متحركش الـ Y تمام؟ عقاد time 0 وبعدين أول ما دخل الـ input فالـ floating arm ده حصل له rotation حوالين النقطة اللي هي تحت ف أشبه المثلثات أقدر أنا أجيب العلاقة ما بين X وما بين E فالقاعدة على الارتفاع يعني X على P تساوي E على إذا P أنه X تساوي X تساوي P على إذا P في E بعد كده لما السيستم يبتل يتحرك تخلص الـ d-input هنا وبعدين بدأ السيستم يتحرك فالسيستم لما لما X هنا فتحت الفلف شوية فدخل Q فQ حركت الـ Actuate وزودت يعني ف X تحرك في الاتجاه لما Y هتيجي كده هتسحب X في الاتجاه المعاكس برضو القاعدة على الاتفاع المرادة اللي هو A يساوي القاعدة على الاتفاع كله اللي هو A زائد B لما يجي أصلفه for X لما يجي أصلفه for X فيطلع لي أنه X- دي بتساوي A على A زائد B في الـ Y يبقى X total بتساوي X plus زائد X- اللي هو P على A زائد B في الـ E ناقص A زائد B في الـ Y تمام؟ ده بالنسبة للX X من فين دلوقتي يجيلي أنا من جزء متأثر بـ E و جزء من feedback و لما X اللي هي الـ opening هنا اتحركت ف الـ Flow جه من الـ Pump دخل على الـ Actuators بـ Q Q بتساوي السابت اللي هو بتاع الفل اللي هو كان من دغولي في الـ Inch مكعب لكل Second كل Inch في الـ X Q ديت بتساوي A في الـ Y. Continuity equation إذا احنا أعملنا الليكيج وأعملنا الـ Compersibility التي ده معناه انه الـ Y. الـ Y. هتساوي 1 على A في الـ Q يبقى S في Y في S بتساوي 1 على A في الـ Q يبقى الـ Y بتساوي 1 على A في الـ Q وصلت للـ Y وأقدر أقفل اللو فده هو الـ Block Diagram اللي نتأكد من الموديلينج اللي بتاع الـ Actuator بتاع السيرفوفالف اللي انت شايفه فلما نيجي نعمل إحنا Modeling Block Diagram Reduction للـ Block ده منتها البساطة أنا عندي الجزء ده كله وكله أقدر أخلصه الـ G بتاع وهيبقى KV على A S والـ H هيبقى A على A زائد B وبعدين بعد ما تخلص لغاية هنا من قول هنا لغاية هنا بعد ما تخلص هتقوم نضرب في B على A زائد B فهي B على A زائد B وبعدين KV على A S اللي هي G على واحد زائد G في H لما تخلص الموضوع ده كله مع بعضي انك انت تضرب دربنا خدنا الـ S تحت تمام فبقى هنا في S وبعدين هنا الـ S ماشت بقى KV على A وبعدين هنا A على A زائد B طب بعد كده انا عملت ايه عايزة أحطها على الصورة العامة انا خلاص عرفت ان هي من الدرجة الأولى في S عايزة أحطها على الصورة العامة الصورة العامة بتقولك الحل المطلق بقى بواحد حل المطلق بواحد يبهات كله ده عامل مشترك برا فلما تجيبه عامل مشترك برا لازم هتقسم عليه هنا فأهو K على A V بقى هنا A على KV وهنا قلبت برضو A زائد B على A في اسم فزائد واحد وبالتالي وبالتالي هنا طبعا لما اجيه ابسط شوية هبسط لقى KV مع A هيروح مع KV مع A A زائد B هيروح مع A زائد B بقى B على A وبعدين يبقى الشكل دوت اللي عادي بالشكل ده كده يبقى الكه اللي هو السيستم دين بيساوي B على ايه لكن التاو بتساوي كل هزاك بوزت ايه على KV فإزائد B على A يبقى بالتالي واضح انه الTIME CONSTANT بتاع السيستم بيعتمد على النظام نفسه على المعاملات بتاع النظام على الـ على الـ على الـ المسافة A والمسافة A زائد B طول الدراعة فتاو يعتمد على السيستم وكمان K برضو بيعتمد على السيستم بيعلى ايه وبالتالي انا متوقع ده خلاص وانا استطيع ان انا ارسم الـ بشكل سريع جدا طبعا انا حسرت حسبة الكيب كام وحسبة طيب كونستلتك كام خلاص بعد 2 بعد 1 أوصل لـ 63% من قيمة ك اللي هي من قيمة 3 تمام وبعد 4 اللي هو هتهتبقى 8 4 في 2 8 أوصل لـ 98% من قيمة ك عند الـ مثلا اين وصلت في قيمة ك اللي هي ثلاثة فاحنا بالمحاضرة اللي هي ده احنا راجعنا على First Order System وخدنا example من Sheet على First Order System طبعا ده برضو انت لازم تحط المسألة على الوراء لازم تثبت المعادلات بشكل واحدة واحدة ؛ิبر ملاحظة بعد ذلك بضع الذي أعرف كلاة أول ما ارى Q ها في S أرم بقيم قطاع وبعد ذلك Lay ou Disfree